مرجع لكم مرة اخرى باشكر طبعا زميلي كريم حمدي على هزا التقرير الرائع من الغرداء بطولة غرداء الدولية اه اللي شفناها من شوية عاز اشكر جدا جدا صديق الدكتور عمر صالح موديل التسويق بشركة ابن رجد على التنصيق لعمل اه كل اللي انتم شايفينه ده هو شاب مصري عاش في السعودية وقرر البطولة بكل سنة بتقوم في انجلترا دول اوروبية قرر انه حد ان هو يعملها في مصر منطلق ان هو مصر ويعملها في الغرداء وراح لوزير الشباب ورياضة ووزير الشباب ورياضة يا مهاتس خدر عزيز وافق على دعم البطولة وكان موجود فيها الدكتور ايهاب البرياري طبعا مدير عام اه طبعا السيحة الرياضية يعني حاجة اكتر من رائع اللي هو احمد عبد الله محافظة بحر الاحمر كان متواجد لاطفال شوفه حلمهم يبقوا ايه اللي حلمه يبقى محمد صلاح يبقى نيمار اللي حلمه يبقى ميسي اللي حلمه يبقى كريسان ورنالدو اه يعني بنحب الولاد الصغرين اللي كانت جنسيات مختلفة جزائري وفرنسي ولبناني والسعودي ومصري كلهم حابين يغرداء وحابين يلعبوا مع بعض وحابين يتنفسوا ويعملوا علاقات جبيلة مع بعض ويعني الطفل يكون عنده ست سبع سنين يطلع بره بلده ويلعب كرة اه ويتعرف على جنسيات مختلفة فبصراحة بطولة اكثر من رأيها نتمنى ان شاء الله انها تتعامل كتير في مصر بازن الله برحب طبعا بضيفي وطبعا محلل دور الدرجة الاولى به خلاص احنا في نهاية موسم طبعا وخلاص الفرق اللي سعدت سعدت الجونة وحرس الحدود وجونة وحرس حدود من الفرق اللي هي سولات وجولات في الدوري المصري وحرس حدود بالذات حققت بطولات كتيرة جدا اه سواء على مستوى كأس السوبر او كأس مصر وطبعا منتظرين لفرق التالت قد يكون الترسانة او قد يكون اه نجوم المستقبل بعد ما مباراتهم من النهاردة انتهت بالتعادل الايجابي واحد واحد وتأجلت الصعود للمرحلة الاخيرة معايا معاكم اسلام بجهد ازاك اسلام تحاتي لك تخيله بكل ساعة مشاهدية. نهاردة رحت الماتش? اه رحت النهاردة طبعا ماتش الترسانة ونجوم المستقبل طبعا هو كان ماتش حراك يعني يعني ماتش صعب جدا اه من بداية وحتى من دخول الناس من الساعة واحدة ونص طبعا. ماتش كالساعة كان بالزبط. ثلاثة ونص. ثلاثة ونص. طبعا الدنيا كانت شدة جدا بسبب طبعا انت عارف فقى المناطف الاخير جمهية الترسانة على فكرة كان عرضه منظر رهيب. عضاء الجماعية امامية داخل نادي الترسانة عاملين شاشات عملاقة. عضاء الجماعية امامية كلهم في نادي الترسانة موجودين من الساعة اتناشر دور واحدة دور عاديين. في بس مباشر من داخل الملعب للشاشات داخل نادي. اه. فيعني اه الماتش في بداية وطبعا انت حراك انت عارف يعني اما يكون مسلا حلم الشوكيش حلم الترسانة اللي لعابة كتير منها لعابة منتخبات مصر كابتن حسن الشرق لله ارحمه وكابتن مصفرياب. نجوم كتير لدك لمصر من نادي الترسانة. فعطاك ابو تريك. ابو تريك ايه في نجم مصر ابو تريك. اه. فطبعا الماتش في بداية وكان الماتش صعب جدا وكان اه يعني ده كابتن عضاء الجماعية عمومين نادي الترسانة ديت امام الشاشات زي ما احراك شايف كده. يتفرقوا بيتفرقوا عن المباراة. اه. فخلناها لكابتن الاول ايه. نبتيجي الاول عشان ايه يعني ياه. يعني نالك. ايه. وحب ايه. وحب هنى قبل كابتن سامي اللي هو باسم اللي هو رئيس نادي حرس الحدود. اه. اللي هو طرح الثقة بالكابتن سامي قمسان اللي هو لسه رجل مسا نقولها تدريب معا كابتن محمد حاليم نجم نادي حرس الحدود معا كابتن ناكي معا كابتن اسلام. فعتقد يعني جهاز فن محترم فاعتقد الفرح حلو لنادي الحرس الحدود وانا اكتادت من بداية النوسم ده المشف عمي على الكرة الأستاذ علي السعدان المشف عمي على الكرة دي طبعا فرحته بسعود نادي حرس الحدود فاعتقد كتفار حلو لنادي حرس الحدود فمن خلال برنامج انا ومن خلال قصله بالبرنامج بنحب نهيدة اغنية لفريق حرس الحدود وفريق جونة اللي يعني قعد برضو سنتين او ثلاث سنين او بان ما اسعد تاني بقرادة الكابتل من شمس الكريه طبعا ومعها العقيد اه عبد جليل امام طبعا كان مدير الكرف نادي لطراع الجيش ماسك مدير الكرف نادي اه الجونة مع الكابتل محمد الحصر مدير مدير نادي الجونة مع طبعا منظومة رائعة طبعا انت زي ما حرق عادة الكابتل نادر شوقي طبعا وكيد اللعية هو يعتبر المسؤول عن منظومة نادي جونة. انا سامع ان هو بقى الشريك. هو مش شريك هو شركة قراسكم دي هات الشركة المسؤولة عن نادي الجونة. اه. بعد طبعا اه. اه. شوقي اللي هو مدير اعمالك. مدير اعمالك. ورورات صبح. هما الشركة دي ادت نشاطه الكرة كله. يعني يديره لكن من خلال الشركة. اه. يديره نادي شوقي. فطبعا الراجل اكتب بحكم اللي هو راجل وكيل العيبة بدأ يجيب لعرام الدرجة التانية الدرجة التالتة جاب الكابتن هشام زكريا بجهز معاين فيه واجهها عبعزين اللي كان بلعف الزمالك والمصري. اه مساعد الكابتن هشام زكريا فاعتقد منظومة رائعة. وعلى فكرة. مزاي الزمان. يعني مزاي الزمان بيقول له. بس انا سؤال بقى مهم جدا. فطب. اللي هو اسلام اه اللي هو مشهور. موجود لسه. هو مش في عمع الكرة. طب اللي هو مشهور طبعا ده انتوا عارفين اللي هو مشهور طبعا ده حاجة تاريخ جبير جدا. وابنه اسلام اللي اه ربنا استشهد في اه طريق الفيوم من الارهابيين. اسلام اه مشهور يعني شاب زي الفل. فانا بقول اه اللي هو مشهور الف مليون مبروك يا ابو الشهيد. وان شاء الله بازن ده ده هيكون في الجنة وفي مكان افضل اه من المكان نحن موجودين فيه. والف مبروك اه صعود حرص حدود لان اللي هو مشهور سنوات طويلة هو المشف العام على الكرة. اه وشاهد بطولات كتيرة مع وجود كابتن طلل عشري. كابتن حرص حدود خد اتنين كاس مصر وخد سوبر. اه. يعني. كان على حساب النادي الاهلي. على حساب النادي الاهلي. فهو طبعا يعني عودة حميدة للفريق جونة. اه بصولات عودة حميدة لحرص الحدود. فحبين قسرة البلنامج نعمل كده اه صحيح ديها الفريق حرص الحدود والجونة. مبروك كابتن سامي اونسان جدا انا شخصيا بحبه جدا وبتنقل لكل خير. مبروك كابتن شام زكريا. اه مبروك اه طبعا الحسري كان لعيد في ودي دجلة. لعيب مميز جدا. مميز جدا هو. مدير النادي. مدير النادي. مدير النادي دلوقتي. اه. الوجيه عبد العظيم. اه. وعقد عبد 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 العظيم. صديقي حليم. وحليم يعني اللعب معروف في مصر كلها. ميكي. ميكي السريع. ميكي يبقى بقريت. ومعجود تالت. ميكي كان لعيب مبروك لنادي الجونة. مبروك لحرس الحدود. وعقبال يعني شخصيا يعني محدش يزعى مني الترسانة. انا نفسي الترسانة يسعد. رغم طبعا ان الجمه استقبل فيها اصدقائي. كابتن محمد صلاح مدربي. وكابتن كريم حسن شحاطة. يعني اتمنى التوفيق لأي فريق طبعا بس يعني يمكن الواحد بيحم مشوار. اندهج جمهور. اندهج جمهور. اندهج جمهور واللي بينزل اندهج جمهورية. رجاء وطنطق. رجاء وطنطق. احبال اقرب يعني. حراك لسه اشوف كمان احنا في الجيل كمان في حالة هبوط الخنسة في حالة هبوط العشرة في كوادس. يعني فيها شعبية هاتيوبها. الواحد الاول يا كابتن لنتاج طبعا مجموعة مجموعة تالتة مجموعة بحري. طبعا حرس الحد بيفوز على الحمام واحد صفر بيتوج بالصعود. كراكولة بيفوز على شيربيين تلاتة صفر. كفر الشيخ بيفوز على غزل المحلة اتنين واحد. العبد وكابتن بس بعد اذنك انا احب اشكوا برضو كابتن عبد نصر محمد واللي هو سيد نصر. والأصول كفر الشيخ. يعني بصراحة يعني لاخر اللحزة احنا بنتكلم في النفسة شريفة بنحرس الحدود. مع كفر الشيخ. ناس طيبت ناس اكتادت ناس عامت موسم استثناء الكفر الشيخ. موسم ما اتقرارش تانا ما اعتقدش اللي في موسم تاني بمجموعة اللعيبة والجازي الفني والمحافز. كفر الشيخ بصراحة كان قرات جدا من الصلاة الليلة. عرقلة في بعض المشوار بتاعة اه الكفر الشيخ. اه العبد المهور طبعا بيفوز على اه على مركز شراب نيس المنينة اربعة صفر. حدوتك بناء بيت بيفوز على القلم باتنين واحد. اتحاد مدروره بيفوز على مركز شراب اه كوم حماده تلاتة واحد. فارقه بيفوز على المنصورة واحد صفر. بلدية محلة بتاعة معقبل الاسمرة صفر صفر. اه. اه. نراحة ابقال double humanity المجموعة التالية المجموعة اسكندرية. طبعا في المركز يا هو الخلاص. صعد حرص الحدود اه. اه. في المركز الاول. بس كتن proposals ال竪ون اللي هو المختلف الاولات ده الفرق اللي صعدت خلاص. عندنا اللون اللي هو اللبني اللي في النص دقت اول السرق. دقت دوقت دوت الخمسة في حالة. ده فحالة تطبيق الا اي لا فيه فيه في حالة وجود خامس فرق. ده فحالة وجود عشر فرق. اه. خ disconnected وفي حالة وجود عشر فرقة الجادلة اللي قدامك في الشياء دوت من اللي ممكن يهبط لدوري الدرجة التانية. عندك الحمان. الحمان درجة تالت. غز المحلة يرعب درجة تالتة. القلونبي درجة تالتة. دا منهور درجة تالتة. ابي الاسمدة شيربين بن عبيد اتحادنا بارو. من يتسمى لنفسكم حد. اتخاذة كابتن ممكن في حالة تدبيق الدوري عشر فرقة. وديك هتكون دي اول مرة في التاريخ. اول مرة في اول مرة في تاريخ غزن المحلة اولونبي اولونبي اول مرة في التاريخ ينزل درجة تاريخ. ده منهور. ده لو لو طب بس انا اسمكت المهانسة انا بريد اقل من الزبور اللي بعدين. ده انا السنة اللي بعدين. انا اقول لك فيه كواليس بتحصل دلوقتي فيه اجتماعي يوم سبعتشارة وربعة. ايه. اشتبعي في الكواليس بس يعني. الفرق لو لو خلص عادت مفيش هم مشكلة. الخمسة اللي هم المفروضة هينطبع لهم الشروط. كده او كده دولات ما عندهمش مشكلة برضو. هيلعبوا ايه? اه. في دول المحترفية ما عندهمش مشكلة. اه. والخمسة اللي نزلوا. ما عندهمش مشكلة. هم كده او كده الطبقة. او كده طبقة النازلية. هم بالعالية عالخمسة اللي في النص حاجة من الاتنين. الخمسة اللي هم اللي ينزلون لعوضوهم ماليا. اه. يعني يجيلوا اعداء جمهورهم مثلا خمسة دولات. اه. كل مجموعة هم بيسوط دولاتي بيسموا المجموعة لتلات اجزاء. اه. المجموعة الخمسة دول كده كده. اه. ممتازة. الخمسة اللي نزلوا كده كده نزلوا. هم الخمسة اللي. هم اللي على في دولاتي. على الناس اللي نزلوا. اه. اللي هو النهاردة تعالى بناديك مثلا تلتمية اه اه ربعمائة الف مش شركة الرعية. اه. خلاص. انت نزلت نزلت. وما لكش داعب القرار دوت. اه. فالنهاردة بقى المشكلة عندهم في كم اه كم نادي. الخمسة اللي هم الفانديوط الوسط في تلات اه في تلات اه في التلات مجموعات بالخمستاشر نادي. طب انا انا عندي معلومة صراحة الله اعلم يعني ان هي مش هينفع تتطبق السنة دي هتطبق السنة اللي بعدية. الله اعلم. بس الكلامك فيه شيء من الصح. بس انا معي طبعا النادر الشوقي اه طبعا وكيل اللاعبين والمشرف على اه يعني هو المسؤول عن فريق كرة القدم في الجونة و اه نجاح مريد اه اه نادر. زيك حبيب مبروك يا حبيب مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك الحمد الله. انت مسكت الفريق من امتى يعني مقت مسؤول عن دعمه اه 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 اول اسم اه مضينا العهد في اه شهر ستة شهر يعني اخر خمسة اول ستة. طب اه اه كان اه اه كان اه العهد عبارة عن ايه تكون شريك في الفريق ولا اه تجيب بالعديل. بس ما احصلش مكس احنا شركة اه اسماع الافن الافن هي دي اللي بتدير. تدير معناها ان انت تدير مفتاح النادي اقول لي وحيا عمد نعمل مع بعض بنعمل مع بعض بيقول لك هنعمل واحدين تاعة اربعة خلال تلات سنين اللي جايد. بس هو خلاص كده ومنسيب بعد كده ما بطيه اشتغل. طيب انت كنت عاملين كنت عاملين هناجر تفكير ان انتم صعدوا السنة دي ولا كنت عاطين? اه اه حاضر في العهد ان انتم صعدوا السنة دي وحاضر في العهد لو اه اه لو انت تلات التاني يعني. اه لو انت مفروض قلت لي ان العهد بتاعك ثلاث سنين. طيب معنى كده ان انت هتكون مسؤول عن الفريق اه اه في الدوري المنتاز. ان شاء الله. قدام عليها ان انتو حاطين خطة ايه? يعني ايه تفكيركم? الجولة ايه افضل في الدوري المنتاز السنة الجاية? اه احطين خطة من اول يوم يعني اطول السنة هنعمل كزا وفي تاري سنة هنعمل كزا وفي تاري سنة كزا كده يعني كل حاجة مما موجودة في. اي يعني انتو تفكيركم السنة الجاية الدوري اللي هو بعد كاس العالم ده. تفكيركم ان انتو يكونوا بس التفكير بتاعكم ان انتم تفضلوا في الدول. على الورقة. لكن طبعا انت مش عايز كده. بس على الورقة عشان البراج الواقعي دايما ما تيجي ده صعاد دايما تحط دي في العهد. لكن انت بهملك ان انت تبقى من اول عشرة وبدأين في اول سنة وبعدها تاني سنة من اول ستة تالت سنة من اول اربعة سبعة. طب هل ممكن نشوف اماد ميتة في الجونال السنة الجاية? بس انا بفصل دايما ما بين القصة دي والقصة دي. عبري بعملت ميكس ما بين ده وده. انا فاهم انا فاهم بس ممكن يعني اه. لا 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 احنا بنعمل مشروع بلنفدي من الاول جديد تاني واعمد اه طبعا الجونالي اسمها وكل حاجة بس اعمد اه ليه قصة تانية قدس مش اه لا. لا حسن انت عارف ان الجونال يعني نادي كبير وهو منتجع رائع و و و ممكن يكون اناد في نهاية مشوار الكروي حابب نولع في يعني قصدي يعني هي مش حاجة. مش عارف اتفعله شراح. اه? مش عارف اتفعله الفلوسي. اه مش عارف فعله الفلوسي اللي هو ممكن يطلبها يعني. طبعا يعني. لكن لو هو حابب يبقى هتوب انت حابب ان هو يكون موجود يعني. اه مش عارف ليه. دايما بقول شرف ليه ان انا بستعمل عصام غالي وعماد ميتعب الوصف. طيب. اه لكن اه لكن اه لكن عماد ميتعب اه قولا واحدا مش مش هيعتزل اه انادر صح? لا لا مش عايزي اكازل لسه قدامه صنع او صنعتين هو ده الكلام ده اللي هم انتبين عليك. طبعا لكن هالعف في مصر لمسم الجديد? مش شرط خلص مش شرط خلص. اه لو لو هي انها هتكون في الصعودية او في الخليج دائما بقول كده. كان في كلام ان اتقلم ان الزمالك عايزه اه وان هو بفكر ارجع الان بس منتظر. لا هي دائما بنقول ان اه ما احطاني ايه الزمالك طبعا بس اه انا عماد دي اسم كبير يعني ومانقعش ان هو بتتكلم في تاريخ قد كده اما تيجي على الاخر بتفكر بقى بتقول لو الباب ده فدح هتاخده ولا اه فبقى بالمسبب من الغد الوقت يبقى تفوز. تمام تمام بالمسبب يعني ان هو يعني كان تاريخ كبير في الاهلي فصعب نلعب في الزمالك في نهات مشواره يعني. اه طبعا طبعا ايه زي زي مثل شكبالة ما تيجي نخطه الاهلي هي هي يعني ياسي الكونسرط ياه. اه طيب هل في جديد في اعتزال حسام غالي يوم حداشر ماه ومع عاكس? لا شغالين اه على قدر ان نادر شوي. بشكرك نادر. فضل. عندي بقى قبط ان الحاجة سيرها كده الحرس الحدود. اه لها تسعة وعشرين مباراة فاز في واحد وعشرين تعادل في اربعة وخسر اربعة. اقوى هجوم في المجموعة برصيد الاربعين هدف. ثاني اقوى اتفاع في المجموعة برصيد سبعتاشر هدف. طبعا بالنسبة لكفر الشيكة المنوانية في سلعة تسعة وعشرين مباراة فاز في تمنتاشة عادل في سبعة خسر في تلاتة. ثاني اقوى هجوم برصيد ثمانية وتبعتين هدف. معنا تقريب طبعا مع الكابت ان سامي اومصان طبعا عريس حرس الحدود والكابت محمد حليم. نروح نبص عليه ونرجعتين. يالله بين. يالله بين. يالله بين. تجربة الحمد لله. اه بالنسبة لنا نجحة الحمد لله. اه لكن في الامر المحابي باشكر على الراجل الصاحب الفضل في وجود التجربة دي. والحالة اللي كانت موجودة للسنادي بالنسبة لحرس الحدود. سابت اللي هو الرسم ورس النادي وقوة قوة حرس الحدود. على السقة اللي هو الدهنة سواء اللي ايه اللي جهازي كابتن حليم وكابتن ميكي وكابتن اسلام. ان هو وصق فينا كجهاز لسه اه بادئ في بداية حياته. ان اه اه يعمل تجربة ازادية في نادي كبير زي حرس الحدود. يدعمنا ويدعم النادي ويدعم اه الفكر اللي هو خاده. وانا الحمد لك انتعبنا كتير جدا. سواءتنا بجاء فترة ابعداد. اختياراتنا اللعيبة. اختياراتنا اللعيبة تقدر ترضي تموحنا وتموح النادي. اه استرنا ان احنا جيب لعيبة بموصات مميزة. تناسبنا وتناسب فكرنا وتنافس وتناسب اه 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 اتباعنا وشخصيتنا لان ان انت عارف ان مهم جدا الشخصية اه في الدرجة ديات اللي هي تقدر تتحمل ضعود. تكون لعبت في الدرجة ديات. فالحمد الله ربنا اوفقنا بنسبة كبيرة جدا فيه اختاراتنا اللعيبة. عندنا منزومة منزومة كبيرة والمنزومة مهمة جدا من منزومة عسكرية. اه اساسا الانترواد واساسا الالتزام. ودي اصرت علينا وعلى الفرقة. فانا باشكر مجلس دارة وبالكامل. احنا كجاهز عندنا تموحنا ده للعيبة. اه العيبة الحمد لله استواعبة الكلام اللي يقوله. فاحنا محتاجين لعيب كويس. بغض نظر بقى دارة ممتاز درجة تانية درجة ثالثة. احنا ما بهمناش اه مكان توقيف الدورة لكن اهمنا لتكون لعيب كويس. الحمد لله باشكر ربنا بغضان على الصعود مرة تانية ان دي حرصة للحدود خلع مكانه الطبيعي في الدارة الممتاز. عدنا عدنا سنتين في الدارة الممتاز دي الحمد الله ما مطولناش عن كده. سنة قد صعبة جدا جدا مجموعة قوية مجموعة البحري. فباشكر ربنا الحمد لله. وبعتبر الحمد لله ده انجاز شخصي ليه. ان انا وانا لعيب سعدت مع حرصة الحدود الممتاز به للدارة الممتاز سنة 2002-2003 موسم عام 2003 موسم عام 2003 موسمين في حرص الحدود. وبرده قررتها وانا مدرب الموسم الموسم ده الحمد لله باشكر ربنا ده انجاز شخصي كبير ليه عن المستوى الشخصي. فباحمد ربنا طبعا باشكر اللاعبين والكاز الفني كله طبعا الكابل سامي ومكي وكابل اسلام حيضر. موجب شخصي طبعا دكتور احنا اللطيف بخط احنال كان بيمدنا المعلومات على طول دي اسمه في مصر. واني كانت سنة سنة صعبة جدا جدا مجموعة البحر التي تم الناس عارفها فيها كذا فريق دي ليه بيع في الدور الممتاز للبلدية والبلدية والغازل والمنثورة والغفر الشيخ وضمانهور. لعب الدور الممتاز مش عايز انسى اسامي بس كانت نجموعة صعبة ومسلمو كان صعب وكان شاق. فبحمد ربنا طبعا نادي حرص الحدود دا بيتي وباقي داخل في الاشرين سنة في نادي حرص الحدود طبعا من اكتر يعني من اكتر من الناس اللي قعدت في مكان واحد ممكن ولا للعيب كمان الحمد لله بعد 15 سنة في الدول الممتاز مع نادي حرص الحدود وتلس سنين في الممتاز به. الف مليون مبروك لكابتن سامي عمصان لكابتن حليم لكابتن ميكي ساعدة اقول خبر مهم ايضا برضو النهاردة الاهلي بيفوز على طلاع الجيش في نهاي كاس مصر في الكرة الطائرة 3-0. وكان النادي الاهلي كان كسب غريمه التقليدي اول امبارح نادي الزمالك 3-0. وكان النادي الاهلي ايضا كسب اه طلاع الجيش في نهاي بطولة افريقيا اللي اقيمت في اه اه ملعب النادي الاهلي 3-0. النهاردة كسبه 3-0 في استاد القاهرة ويتوج النادي الاهلي بالبطولة بعد ما كان الفريق العسكري وفريق طلاع الجيش خد السنة اللي فاتت في موسم استثنائي. خد الدوري والكاس. وكان كسب الزمالك في الموسم الماضي في نهاي كاس مصر القرة الطائرة. النادي الاهلي صراحة في الالعاب الجامعية اصبح اكثر من رائع وبيحصل بطولات سواء على مستوى الرجال او السيدات سواء البطولات الافريقية. اعتقد كمان خلال ايام كمان هتكون في بطولة لكرة الياد. الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي والفريق النادي الاهلي. طبعا للكرة الطائرة اللي بيتوج ببطولتين في اقل من اه اسبوع وعشر تيام. نرجع تاني لا اسلام. فضل اسلام. نحك كنت نبقى النتاجة المجمع الاولى النتاجة مجمعة الصعيد. اه قيمة اسوان والفيوم اتنين صف. الولادية وتليفونات بنسويف اتنين اتنين. النصري التعدين والالمانيوم صفر صف. انا والديروت اتنين واحد. اه بنسويف اه وديروت واحد صفر. المانيا وبني مزار تلاتة صفر. سوهاج والمدينة المنورة تلاتة اتنين. السلام اسنا والجونة طبعا بفوز الجونة واحد صفر وبيسعد بها الدوري ممتاب. طيب عايزت بس قبل منرجع انا كنت بقرأ ان طر السيد اه طبعا زي ملا طر السيد اه نجم الكبير والمميز. المدير فن النادي المانيا. اه اه ا اه 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 تعريبا كسب ما تغربش ولا ماتش. حدشرة المباراة. اتناشر مباراة طبعا حدشرة المباراة. فوز في حدشرة المباراة. متتالية? متتالية. طرق السيد مدير فني على فكرة واعد ومدير فني محترم ومدير فني يعني اهم ميزة فيه كمان بعيد عن الكورة بيعفل الم لعبته يعني ايه كابتل اخيبك فيه مديرين فنيين في الدولة المصري اهم الكورة ازاي تعرفت عمل لعبك نفسيا كويس طرق السيد من مديرين فنيين نفسيا مع اللعب كويس يقول ان هو خلاص بيجددوله في المينيا بيجددوله في المينيا طبعا وعلى فكرة فريق المينيا فريق محترم جدا ولو طرق السيد كان مستمر مع المينيا من اول المسن كان ممكن يبقى ليه شيئاني تاني في المنافسة فالدارك طرق السيد هو اكتر مدرب حصل على النقاط في الدور التاني 11 مباراة من التالي يفوز من اصل من اصل 15 مباراة يعني هو كمان مست بعد الدور التاني بعد اربع مباراة من الدور التاني فاعتقد يعني هي طرق السيد بيسمه خطة ثابتة وعلى فكرة طرق السيد مدير فن محترم وعلى فكرة ابتن في اكتر من عدة طرق السيد السندي يعني النصر التعادين بيكلمه طرق السيد بعد من جاء اعطية صبر نجم الاسماعيلي عندك اشان بيكلمه طرق السيد في اكتر من نادي في مجموعة الكار بهكلمه طرق السيد في طبعا طرق السيد بيصبح خطتة وعتقد السنه الجاية ممكن طرق السادي يساعد فيfor طرق كان في منتخب المحليين كان في منتخب المحليين كان في الغاز الفن��장 وكان مع كانت تحادي سكندري كان مع كابتن هاني رمز برضو. اه هو حداشر ماش كسب تسعة وتعادل اتنين. اه تعادل اتنين. اه عز ما تغربش ولا مضربش ولا مضربش ولا مضرب. تمام يلا بينا. عندنا يا كابتن بقى انا راح للترتيب المجموعات عندنا طبعا اه جونال سعد وده ومتاز عندنا بابده عايزين يجيب بس يا كابتن الفرق اللي ممكن الفرق الجمهورية اللي ممكن تنزل. اه. خلاص اه ديت في حالة هبوط خمسة يا كابتن عندك الولدية بني مزار كنا المدينة المنورة السلام اسنا. طب النهاردة في حالة هبوط عشر فرق يا كابتن بص معي. تليفونات بني سويف فليلها الدورة ممتاز من ثلاث سنين بالزبط يهبط. سهاج نادي محافظة يهبط. الفيون نادي محافظة يهبط. دايروت كيمة اسوان الولدية بني مزار كنا المدينة المنورة السلام اسنا. فانت بتتكلم النهاردة تليفونات بني سويف فرق لها بالدورة ممتاز. سهاج فرقة محافظة على فكرة سهاج ديت من الانديالة بيتنفس كل سنة. سهاج دايروت كابتن جارة عب الولدية بني مزار كنا الولدية السلام اسنا طبعا المجموعة دي برضو عشان الانديالة برضو اللي فيها برضو لسه كانت ساعدة بالدرجة التانية والدرجة التالتة. مم. مفيش اندياجة ما هي بشكل كبير غير سوائج عندك والفيوم. خلاص. عندنا يا كابتن بقى مقامنا اخير قبل ما نروحنا نشوف اللاعبة حراس الحدود قالت ايه? عندنا الجونة طبعا لها التسعة عشرين مباراة اكتر فريق احراز اهدف في القسم التاني كله برصيد واحد وستين هدف. اكتر فريق احراز القسم التاني برفقة حراس الحدود. لم يستطل طبعا الفوز على الامونيوم في الدورين. يعني الدور الاولان والدور التاني معرفش الفريق اللي واحد اللي عطل الجونة النادي الالامونيوم. المين يلقى تسعة عشرين مباراة. لم يخفل منذ قدوم طارق الساد في اخر حداشر مباراة. عندك تاني اقوى هجوم في القسم التاني برصيد سبعة وخمسين هدف بعد طبعا بعد الجونة. سالس اقوى ادفاع في المجموعة برصيد خمسة وعشرين هدف. احنا نشوف لعابة حراس الحدود واحتفال بالصوت. محمد مراد زمنا في الاعداد بيقول بلاغ نجاتي ان الكابتن حسام حسن كابتن حسن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد تجاوزات رئيس نادي الزمان المشاهد مرتضى ومنصور ضدهم. اه انا عارف ان الكلام ده من زمان يعني. يعني اهو في حاجة جديدة حصلت انا ما اعتقدش بقسنا الزمان الجاب سلتهم الايام اللي فاتت دي. بس المفروض هو يكون قدمه من زمان يعني. طيب مهما بيلولي يا هجابين الصور ده اتفضل. نروح نشوف لعابة حراس الحدود با واحتفالهم قالوا ايه بعد الصعود وانا نروح لعابة حراس الحدود بعد الصعود لهم وفرحتهم بالصعود ونجعلوك تاني يلا بينا. الحمد لله يمكن لان ده مبهود سنة طويلة يمكن سنتين من سنة واحدة طبع كل الناس عارف ان اسم النادر حراس الحدود اسمه كبير جدا. اه واخد كاس بواصل واخد كاس الصوبر. اه كان صعب جدا ان ادي حراس الحدود ما باش مطلقات في الدارة الممتاز. الناس اشتغلت من السنة اللي فاتت. اه ما كانش فيه توفيج السنة اللي فاتت. الحمد لله السنة دي. الناس استعبت اكتر. الجهاز فاني محترم جدا جدا يعني. كابتن سامي كابتن حريم كابتن لكي. اه بتدعيم اللي هو باسم طبعا مشكور جدا على التدعيم اللي شفناه من اول الموسم. اه ان كل ما استعبت العميل على اللي هو مشهور. اه ان عميل عمر كل الناس. انا محدش باخل بحاجة معنات الحراس. اه. والفارقة واصل من واحد يمكن انا سعدت معنات دخلها قبل كده. لكن الميزة اللي انت بتصعب بنادي ليه اسمه وليه تاريخه. فبتبقى لها طعم تاني يعني بتبقى لها طعم تاني انت سعد اسم بنادي بير. فديها طبعا الفرحة لها توصف يعني طبعا حاجة كويسة جدا في حيات الواحد ان هو سعد اسمه موجود مع الناس اللي هي سعدت بنادي كبير اللي هو قليه تاريخ في الدور المصري زي نادي حراس حدود. بصراحة منظمة تستاهل اللعبة والادارة والج هاز يستاهلوا يوم مجدنا جيت لهم في يناير من ناج الرجاء. اه ما حاستش بقى فرحة حاست ان اللا احنا مش بنعمل متاز بها حاست ان احنا التعامل كله تعامل دوره مفاز. شعور ما توصفش صعود بالذات. يعني انا بعالي من 2005 في الفريق ما حاستش دو شعورته زي دي حسنايك وحاستو مبارح وموتش مبارح. واحساس الجلد جيه في وقت قاتل فكانت فرحة ما توصفش الحمد لله يعني على الاصر. خرف لي ان انا طبعا لعبت فريق حرص الحدود طبعا. انا الحمد الله يعني لاعبت دوري متاز مع الرجاء ولعبت مع نادي الاتحاد. والحمد باللهaya كالليا نصيب ان انا صعرضت فيرط الرجاء والحمد لله يعني ربنا كملها لي انا جيت هنا صبعا شعر واحد. ويعني اقنpt حد مع نفس ان شاءر اللي انا بقامر اللي يعني اصعب طبعا ان شاءر فريق حرص الحدود. وربنا كرامي الحمده على التعب والحمد الليه ربنا كرامي ACعضت فيرط حرص الحدود. مواضح كمان ان حرص حدود في شهر واحد استعمل بعض العيبة اللي عندهم خبرات برضو في الجهر وطرق السالم على فكرة كان هو من الاسباب صعود نادل رضا صحيح 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 مروحة كابتن باسر عن كهية مجموعة القيارة طبعا اعتقد المجموعة دي كانت مولع لحد الوقت لحد اللي حسنا فيها مفيش الصعود متحسنش بالنسبة للفوق ولا الهبوط في مشاكل اللي هو اللي اتأكد نزل رسمي وطبعا دي يعني حزن تبتكلم في فريق اتحاد الشرطة رسمي هبط لدولة درجة الثالثة اتحاد الشرطة اللي هو من سنتين بقاله عشر سنين ولا سبع سنين كان مكسة مكسة عندهم ملائر عندهم منظومة محترمة يعني فرق من الفرق اللي بتحزن عليها محترمي طبعا سانا كنت شايف حاجة غريبة شوية ان يبقى يعني اتحاد الشرطة والدخلية مفروض ان انت ما يبقى عندك ده فرقة واحدة طب انت عندك الحرس وجيش على فكرة انت عارف من الزمان كانوا عايزين يلغوا المشارط في اتحاد الشرطة في اتحاد الشرطة فاكر خاليا كانت تلحطة اكتر ناشين كمان هو دي ياتي اتجوا الاستثمار فيه يعني مش 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 دهما طبعا كان عايزين يلغوا بعض الالعاب زي كرت اليد واعتقد لهوها فترة ورد اتحاد الالعاب الجماعية في التحاد الشرطة طولها امرها زي طبعا يا الجيش من الالعاب اللي هي بتحقق بطولات مثلا في الالعاب الفردية تمام بس خلاص كده ينزل درجة ثالث هيسمي خلاص كده ينزل درجة ثالث كارباس معي طبعا بيفوز على شبين طبعا ده كارسة تانية جمهوريت شبين نقضى بيه خرار 4-1 والمباراة الاخيرة جمهوريت شبين عنده الترسانة طبعا جمهوريت شبين في الخامسة الاخارة طبعا وشبين من الفرقة خلاص المتأكدة اللي هي ممكن تنزل درجة ثانية عندك البنكة هي طبعا بتعادل مع الزرقة واحد واحد سراميكا بيفوز على اف سي مصر واخر مباراة اف سي مصر في الدولة طبعا لان اخر مباراة باي بيفوز على اتنين صف الشرقه طبعا بيعود مع خالد كمان وراجب محترم ومدير فن كوفق بيفوز على الفنار اتنين صف الشمس مع التحاد الشرطة ثلاثة واحد الترسالة طبعا في جمل مستقبل واحد واحد منتخب السويس والقناة واحد واحد طيب اكنا معنا بس اعترفونا سيز عاصم مرشد رئيس نادي مالك شباب جمح حمادة وهو ايضا كمان في مجلس النواب يعني نائد برلماني سيزا عاصم مزيلا حضرتك مزيلا حضرتك كابتل خالد اهم بيك وعمل بسبب المشاهدين والدوف الله خاليك اسلام جاهر معي اعلام اسلام هو حضرتك اهم بيك اعايز ايسر حضرتك سؤال يعني فكرة انت انت في الوضع اللي هو الطبيعي انت باقي في الدوري هبط لا لا مش هبط هبط حتى لو نزلوها عشرة اه اه تباق اه اه انت اي رايق في الوضع العام في الدوري اللي بقى اولى بيه هو طبيعه كانت تستاذب ان الطبيعي من المسابعة من الشرطة اللي بقى الجياتين يجيش اه في اللقتي. كل الحلول انا اعتقد ان امضروحة ان شاء الله ومن التلاتة عشان يعودوا مع مهندة بن ردة وعضاء مجلس ادارة عشان يحدد الشكل الجديد. الشكل الجديد ان شاء الله. لابدى قسم التلات يوم السبت ان شاء الله برضو. برضو مع التحلش ان شكل التوربه. ان شاء الله. كل واحد في مصابيته. نا هو بس اه استاذ عاصن طبعا انا بكلمك طبعا يعني اه الهدف رئيسي من المكالمة اللي احنا عارفنا طبعا اللي في اجتماع يوم التلات الجاي واسمعنا اللي فيه شكل المسابقة ممكن يختلف ولا في خمسة ولا في عشرة وممكن فيه اندية هتبقى باقية. واندية ممكن ما تنزلش خالص. فاعتقد يعني ان تكليك رأيه فيه تدخلات طبعا وفيه كلام الفترة اللي فات مع المنزل سانة بوريدة. لبقاء الاندية كلها مع عمل شكل جديد للمسابقة المسلم القادم على ان يتم طبعا باب المحترفين في المسلم البعض القادم. فرأي حدثك ايه? هو مثلا انا انا قويس نظري ان كل الحلول مطروحة اوه فيه تجاه نوم ما يلقوا الوجود السنة دي ويبدأ يعدل في الشكل بحيس انه يولد القسم التاني والتلات من المعادل هي مهمة ومصاعدة من التسعة اللي هو في القسم التالي. بقى اختراح وفي اختراح تاني ممكن ان طرح اللي هو بقيت مواتين باليزبوس اللي باعد قادم. بقيت مواتين عشان يتسوقوا. بالصعيد لغاية بحري. اه من القاهرة اه من الصعيد للقاهرة افضل ومن القاهرة بحري مع بعض. مواتين استمر الشكل على جده. كل ده مطروح على التربية زي وغيرت باشوف الاتحاد. والاندي حتفى على يوم التلاتة اللي جاء ان شاء الله. ان شاء الله. اه اه اجتماعي يوم التلاتة ساعة كم? التلاتة ساعة كمسة غيرت ان شاء الله. ناشى بازن الله. باشكرك ساز عاصم مشرد رئيس نادي مارك شبابكم حمادة وعوضوا مجلس النواد يعني اكيدة ومصلحته ان الهبوط يتلغي عشان هو فرقته فرقته هبطت. لكن طبعا مش منطقي ان احنا هنلغي هبوط يعني. قامت ان انا شايف اللي اده فرصة للكلام ده كله هدكه بالدول. اه. اللي هو حكاية العطاء عمز العشرة. انت تتم نظام وتمشي عليه. نمشي عليه والسنة جاء اللي تتريفين يعني. هي المشكلة زي ما انت قلت فيه خمسة هبطوا هبطوا. خلاص. وفيه خمسة موضوعين. الخمسة اللي في النص دول لو في الشركة الرعية هتستفيد ماليا من بيع الدوري الموسم الجديد بس الدوري الممتازبة. وبالتالي ممكن خمسة دول يطرادوا بالعربي كده ماليا. غزل المحلة هيبقى محتاجية رادة وفرقته وجماهيره والشغز المحلة الفرقة اللي اخذ البطولة الدوري. تنزل درجة تالتة. مش خلاص المحلة انت قلت دي غيره اسمها. لا ماشي ما فيش حاجة لحد دلوقتي حصلت. اه. وطبعا وراء المشاسمر طبعا السوز محمد الشافعي طبعا قدم طلب لحد دلوقتي الشركة وفيه مفاوضات فيه كلام كتير. اه. ولكن مفيش حاجة دلوقتي حصلت يعني. فاحنا ملعفش الدينية في بخرة. صحيح. نبسة كابتن بقى جدول ترتيب. طبعا مجموعات القارة طبعا اه الدينية على صفيح سيخن طبعا في المقدمة طبعا الترسانة والجمل المشتابل طبعا زي ما حالك عارف الصراع وهيتحاسم الصراع ده يوم الاتنين. طبعا الترسانة كنت عندها موراة مهمة جدا في العباسية لعب جمهورية شبين طبعا. اه. في اتحاد الشرطة. والجمل المشتابل طبعا عندها منتخب السويس. فانا طبعا في للبداية كابتن نعيز بطال البداية بحاجة جمهورية شبين اي press permitir bak hard هو خمسة في الحدو. ايها البنك الاهلي عندك النقطة. بص يا كابتن عندك البنك الاهلي اه اتنين وتلاتين والجملية شبين اثنين وتلاتين والزرقة اثنين وتلاتين. والشرقيية اثنين وتلاتين. من التاسع لحد الاثناشر اثنين وتلاتين نقطة. في طبعا. ايه يعني جربتش بيع� في عرض اي нقطة. خربا لك ايه. للروج Eckdney في عرض ايه. في عرض نقطة وخلي باك المباراة الجاية بقى الزرقة 32 هيلعب البنك الاهل 32. فطبعا الصراع طاحت طبعا عشرين خمسة ولا عشرة فطبعا الصراع جدا محتاجة. وعندها كابتن بقى الانديها اللي ممكن تنزلها كابتن انت بتتكلم بقى السويس. المريخ. الشارقية. جمهوريت شبين. فطبعا ديها كلها انديها جمهارية. طبعا الانديها كلها لو نزلت دي طبعا انديها جمهارية كلها. طيب قبل ما نروح لتقرير الترسانة وماتش النهاردة معايا طبعا اه مستشار محمد عبدو رئيس لجنة القيم باتحاد الكرة المصري واللي اتخذ قرار النهاردة بقرارات صارمة وحاسمة اه في موضوع صندبست و اه اه نادي عمال طنطا النتيجة المعروفة اللي كانت انتهت واحد وعشرين صفر وكان الفريق اه صندبست محتاج ان يكسب سبعتاشر صفر عشان يسعد على حساب اه محلة مرحوب. محلة مرحوب. محلة مرحوب. فكسب واحد وعشرين صفر. فالناس حققته وسطه بقى للقرارات الصارمة معايا يا ساكن مستشار ازاي حضرتك? ازاي حضرتك اخبارك ازاي حضرتك? اخبارك ازاي حضرتك? الحمد لله. كان اتحاد الكرة اتخذ قرار اعتقد وانتو لاغيتوه وانتو لقى هنحقق بصورة اكبر. لا اه كانت اتبعت من منطقة الغربية بقراراتهم اخدوها وتعرض على الاتحاد الكرة. اه اتحاد الكرة اه اه على زناسيجة النبارة وعرض التحقيق كله برمته على لجنة القيم اه للتحقيق فيه اتخاذ القرار مشاره. واحد فعال اه ده انا فيه التحقيق من التريس من المهول ما عارض علينا. اه. وطول ده التحقيق اه حجزناها للقرار والان عارض علينا القرار اللي حقرتك اه عرفته. طيب القرار فيه قرارات يعني خطيرة يعني بتقول ان الماتش ده كان اداع بالعربي كده. كمان لان فيه يعني فيه اه كان فيه جزء منه بالترغيب اللي هو المبالغ المالية اللي ازدفعت للعديد. وفي ذات الوقت كان بالترغيب ان هو لو ما نفستوش اللي هنقول عليه هتتضربه. لو ما نفستوش هتتضربه? ايوة اه اه اعتداء عليهم يعني. ايوة? طبعا دي. طب ومبالغ مالية كانت كما سابت المستشار يعني كما? لا والله طبعا مبالغ هزيلة يعني مية دينية تقريبا لكل اللي يقعد في الصريق. وطبعا هم عمارهم السمية صغيرة فالعيبة بعضهم استجاب دول بعض الاخر اللي حاول ان هو يبزع من المزارة بالدعاء للصابة بقى ينزلوه بالعافلة كما. اللي هو ها تمنتاشر تسعتاشر سنة. اي اي اي. اه هي يعني انت لغايت سبع لعيبة ممكن تكمل لقاء. اه اللي من كده ما يفعش اللقاء ياك تامل. اه لانه كان حيبقى اتنين سفر. اه. وفي الحالة دي كان حيصوت الفرصة على فندقات. ان هو يوصل للدارة يجب اه دورة التراك للدارة التالت. طيب معلش ازي انت مشاري اه اه اه. ولجالي كان احنا عايزة دخلت بحطة بس الحطة دي. ان احنا رعينا دا بالنسبة لعقوبة اللعيبة. وخلناها سنة واحدة. يعني احنا رعينا ان احنا ناخدهم بقصة من رعفة. اه حرصا على مستقبلهم الرعادي. ان هو يعني اه بعد العقوبة اللي خدوها دي. ما ظلش انهم هيقدروا انهم يلجعوا لذلك مرة تانية. طيب هل اللعيبة دي كل لعيبة مالطنطة ولا فيه لعيبة معينة ولعيبة لأ. المقايبة في القايمة. اللعيبة المقايبة في القايمة للعبة المضارة. اه. عيبة طبعا حل التطلق. طب ولا كان فيه منهم على ديكة البودلاء ومنزلوش ولا برضو? على ديكة البودلاء ما نزلوش بس احنا مش هقدر ان انا احصر مين اللي كان متواطق ومين اللي مكانش متواطق. اي بس على قال اللي اللي منزلش ده يا ست اللي هو يعني ما شاركش في اللقاء في اه يعني ممكن يكون اه ظلم يعني انا معرفش يعني الكلام ده طبعا انت حالك اه قادرة باني. بس اي اي اه التحالك برضو لان كان ممكن اللعيبة لما تلاقي الموضوع كده انها كان ممكن انها تنفحت من المباراة. او تبلغ اه. او تبلغ رئيس النادي. طب هل من حق اللعيبة دي اللي خدت سنة انها تتظلم? اه طبعا اي حد صدر ضد القرار من المعاردة. اه. ان هو يتظلم اه انا من نجل تتظلمها. اه اقاف عبدالعزيز الشرقائي المدير الاداري بنادي عمال طنطة. عن ممارس اتنشاط رياضة مد المسلمين وتغريم وعشرين الف جنيه. كمان اه اه يعني اقاف جميع العبوي خلاص عرفناها دي. ورئيس النادي. ورئيس النادي صندبست. ما هي القصة. يوسف الازهاري. اه. القصة بدأت بالاتفاق بين رئيس نادي صندبست والمدير الاداري لنادي عمال طنطة. وده ثابت من تحيات نادي عمال طنطة اللي قام بيها. ومن خلال الهربية لكرة القادمة. اه. بالاضافة للشهود الشهد عندنا والاا وطبعا انا عملت اه البيان اللي في لها ده بيان اعلاني. دمها للاحت الاتحاد الدولي. اه. ان احنا لازم بتطلع بيان اعلاني لكن الاسباد شريحة لكل الحاجات دي والاسباد مدعف الاتحاد. يعني تقوموا بداحة. اه. في ملف الشكوى بالكامل. وفي الغالب انها هتنزل على صفحة الاتحاد دكرة. تماما. ازباد اه نسات صفحات ومفسرة وفيها شهادة الشهود جميعا. اه. والاسباب اللي احنا استندنا عليها في التخصص ذلك القرار. تمام. شكرك كالمستشار محمد عبدالصالح. رئيس لجمة القيم باتحاد القرى المصري. اتفاضل اسلام. كابتن اه اه بعيد عن القرار ده كمان عشان بس اعرفك المجموعة دي على فكرة لازم يتحط عليها زبط جامد جدا. اه. المجموعة دي اتصندبس اه لجمة القيم ابعدتها عن المجموعة اه صعدة محل اه. مرحوم. محلة مرحوم صعد معاه اه فريق اسمو سبروتنج كاسل. اه. خلاص. سبروتنج كاسل دوة اتما صعد هو محل مرحوم. فاللي ماسك المش في الح véقعة القرى فمحل مرحوم. خلاص سبروتنج كاسل عشان عايز يكسب المسجين. عشان بيلعب على الترقي. اه. جاب المش في الح 불 unfoldة毯 مع الكرة بتاع محل مرحوم هو اسا شغال مدرب. اه. عيانو مدرب حراس مارمة. تاني كده عيانو مدرب حراس مرمى لسبورتنج الكاسل. ازي يعني? بقى موش هو اه اه قدم اسألته من موش فعل عالكورة بقى عادي مجلس ادارة عادي خالص. وتعاين في نفس الوقت مدارب حراس مرمى في في سبورتنج الكاسل. خلاص سبورتنج الكاسل بتلاعب محلة مرحوم كسبة المطشين واحدة. وطبعا اعضاء الجامعية العمومية وعضاء مجلس ادارة بيبدوا استياقهم من الكابتن ايمان دربالا اللي هو كان عضو مجلس ادارة وما ازال عضو مجلس ادارة في محلة مرحومه وفي نفس الوقت هو مدارب حراس مرمى في سبورتنج كاسل. ما هو اللي كان دخل معي وقاعد يتظلم من القرارة. انا بقى الحصول. انا عزق سبورت كاسل دي بتاع باس المرسي? سبورت لأ. بس انت بتكاين في تانتا. لا لا سبورت الكاسل دي تابعا اسكندرية. مش بتاع باس المرسي. لا 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 لا. في في تانتا. في تانتا اه. اه. النادي كاسل ده اللي هو عطارين من بره. اعتقد انت اعباس المرسي. ولا انا انا معرفش هو بتاع باس المرسي. اعتقد. لكن انا بتكلم في ايه? انا بتلاقي عينتا. بكل كاتل ايمان دربالا اللي هو قال. الموشي فعله على القرى في محلة مرحوم. مدارب حراس مرمى في الفريق المنافس. والفريق المنافس اعتقد خد الماتشينة وبقى فيه نشكوك بقى فيه ناس بقى بقى تشكك في الموضوع. اقول لك ده عشان مدارب حراس مرمى في الحالي السابق. لا هو الحق. لا هو الحق. انا اعرفك انا كلمته كتير النهاردة عشان. لا هو الحق في الرب. لك انه هو كاتل ايمان دربالا. هو عض مكس دارة. في محلة مرحوم. ومش في العامة عالكورة. بقى كيف بقى مدارب. الفريق المنافس. منافس في التلائق. ازاي? والفريق ده سعد النهاردة في سعد للدرجة الثالثة. تمام. نراح نشوف نجوم مصر قبل ما نخش على تاريخ الترسانة نشوف الكابتل مالية سواح الدين. طيب نجوم مصر راحوا النهاردة يتفرجوا على ماتش الترسانة ونجوم المستقبل. فيهم اللي راح يتفرج عشان كريم حسن شاحقة صديقه او كابتل محمد صلاح او اللي راح عشان خاطر برضو اصدقائهم في نادي الترسانة. نشوف هزا التقرير ونجعلوك تاني. مباراة مهمة مؤسرة مبروك حرص الحدود الصعود. اه ابونا فضله يعني اه مباراة لو كسبها خلاص بصعب. النهاردة مباراة فاصلة لو يدري الترسانة فريق كبير وفريق. اه عريق وليه اه باع كبير في الدوري لمصري. لو يدري اكسب النهاردة وهو الهد دي يبقى حسم الرسوم لو يدري النجوم المستعبن يقلب الطاولة على الترسانة ويكسب مباراة حلوة احنا مستمتعين بيها. انا حاسين ان هو عايب اماتش احسن من كده. انما غالبا ماتشات الصعود ماتدوش على مستوى فني فيها. انما انا شخصيا اتمنى ان الاحسن هو الاسعب. لسه الشوت التاني هيبدأ اول شوت الهو اخلص واحد سافر. بمبارك لحرس الحدود وقالات سامي قمصان المدرب المتعلق الواعد. اه وده اه خلينا اقول ان في رسالة لازم توصل للمسؤولين في الاتحاد المصري او المسؤولين عن الكرة في مصر. بده فرصة للناس سوى يرى اللي طلع من المجربين. تحياتي بيك يا اسلام وتحياتي الكابتل خالد عمدور. يعني النهاردة احنا متواجدين في نادي الترسانة بنتابع مباراة الترسانة ونجوه مستعدل على يعني مباراة يمكن الامل الاخيرة في الدور المنتاز بايه ويمكن ها دين برادة الصعود. مباراة يا شكرا هلاني كان يعني فرص قطعتر مادية الترسانة. كان فيه سيطرة المادية من دون مستعبة في الوسط الملعب لكن دون فعالية على المرمى. الترسانة استغل الفرص اللي جات له وصد الهدف. شوت تاني يعني بسه بادة يعني عايبان بقى الدنيا فيها ايه ماتش صعبة جدا. فرهودين من المنازين جدا في السلادي المشيين من شكل كويس. طبعا ان شاء الله الاي فرق من فرهودين ده ده اصعادة. اه بلعب كلا كويسة معهم داردين كويسين. ان شاء الله ده ازنا الله. وبقى اضافة كويسة لما اي فرق اي فرق تسعى في الدور المنتاز ده اضافة كويسة ويعمله النجاة كويسة في الدوري. ويفعل ان ده شكلون كويس. وده الاهم ان هم اللي اصعاده ما ايه ما يكمله بقى في الدول المنتاز. وهتمنى اتعافي بكل اي فرق من فرهودين. وان شاء الله يعني يكون اه موسم اللي اصعاد لانشن كويس ان شاء الله بيزا. طبعا نجوم مصر وحين نتفرجوا على الماتشو. وانت عارفون ان هادا الماتشو انتهى بتاعاده الواحد واحد. هنجيب المبارات الوقتي. هنجيب اللقاءات الوقتي. ولكن عايز اه اروح لايه اي من دربالة. اللي احنا كنا كابتن اينا دبالس كنا بنتكلم عليه ان هو عضو مجلس ادارة محلة مرحوم والمش في عمع الكرة. وكان هو اللي فجر مشكلة واحدة عشرين صفرة. واقيل على لسان طبعا اسلام جادن هو اه بيعمل اه الفريق المنافس كمدرب لحراس المرمى وفريق كسر. وانا اتاكد ان هو فريق بس المرسي كسب الماتشين. اه الحمد لله والله يا كابتن خالد عايز اقدم حضرتك الاول الشكر اللي ان انت كنت مناول اداء امين لينا في عضيتنا. اللي الحمد لله اه وصلنا بيه على ضر الامان. وانكشفت الحاجات اللي احنا عمنا عليها. بس انا عايز اوضع شوية حاجات بس على بعديد ما حضرتك. فضل. بالكابتن اسلام قال له امعرفش بقى اي معلومات وصلته عن طريق خطأ اولي. فضل. اه اولا حضرتك انا مدرب حراس مرمى نادي سبورتنج للسنة التانية عالكواني. يعني بقى لي سنتين في النادي. تمام. اه نجحت في مجلس الوارة من حوالي شهر. اه. ونقول لا احتراف في كرة القدم ما بتقولش ان انا مثلا عشان اعود ومجلس الوارة في نادي ان انا ما قديش عملي مع نادي اخر. علشان كده لما صعبوا فريتين. في مجموعة واحدة. ده قدمت بعد صور. عن الاشراف عن فريق. قرط القدم. من حل المرحوم. وقديت واجبي الاحترافي اللي احنا تعلمناه. مع النادي اللي انا اه انتمنزين واشتغل فيه. اه اه كابتن اسلام قال من مباراتين اتلعب. اه. طبعا ده امر خاطئ تماما. لان الحفظ الكويس اوليبنية الكويسها. ان اول مباراة. في جدول الترقل. اللي هي ست مباريات. كانت مدينة بورت انكافل. والحل المرحوم. اول مباراة. اه. وانتهت بفوز بورت انكافل اربعة واحد. اه. المباراة التانية اللي كانت من اسلام دول عليها انية لعبت. لسه ما تلعبتش. لسه معادها اليوم الاحد القادم. وممكن حضرك تتأكد من المنطقة الغربية. ممكن ابعد لحضرك الجدول. المباراة لسه ما تلعبتش. طيب. اه كنت نعلم ان انت عارف المقامة. فضل. طبوع تنكافل. قبل الاسبوع الاخير في مصابقة. طيب اسألك سؤال بقى. يعني برضو اشاهد الناس عليك. ماشي. انا دلوقتي بقيت عضو مجلس ادارة نادي الزمالك. تمام. وكنت قبل ما اكون عضو مجلس ادارة نادي الزمالك باشتغل مدرب في المقولي العرب. تمام. بعد ما نجحتك عضو مجلس ادارة نادي مجلس ادارة نادي الزمالك. هل ينفع ابقى في منصب. اه 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 مدر في المقولين واحمد بنلعب في نفس المسابقة. ارد على حضرتك يا كامل خالد. دلوقتي انا راجل مدرب. ماشي. ماشي. ماني ان انا مدرب قرة قدم. تمام. هل انا كنت اعلم هل انا كنت اعلم ان محلة مرحوم هتفعد. وهل انا كنت اعلم ان الاسبورت ان كانت تفعد. ويا شاء القدر ان الاتنين يبقى في مجموعة واحدة. انا احترمت تقييخي واحترمت كياني. واول ما لقيت الفريتين في مجموعة واحدة اعتذرت عن الاشراف عن طريق كورة المجموعة واحدة. ما انت في النهاية كابتن يا كابتن. بعد ما عملت ود من السجاء بلدي ان انا وصلت الموضوع. يا كابتن ايمن يا كابتن ايمن بص يا كابتن ايمن. الكلامك معلش ما تزعلش مني غير منطقي بالمر. لا اتفضل اكابتن. هقولك ليه? هقولك ليه? هقولك ليه? هقولك ليه? انا عد مجلس ادارة. نجاحي ان فريق بتاعي يسعد. وانا مدرب نجاحي ان فريق بتاعي يسعد. طبيعه منطقي. هتبعي يبيني يسعد. تمام? اعايز يسعد? انا بلات عدد مجلس ادارة. اقوله. انا مدرب كاسل. يعني انا عايز يسعد وعايز يسعد. طب انت لو انا دلوقتي اقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا. انا دلوقتي مدرب بقدي عملي كممدرب. اول ملاقصي انا اعتذرت خالط عن اشرافه. انت كمدرب يا كاتل انت كمدرب. اللي خلاك تبعده تخش انتخابات. دي بلد يا كابتن خالد. ماشي موضع لقصة مدرب يا كابتن خالد. الانتخابات دي يا كابتن خالد. يا كابتن خالد الفريتين ما كانوش مع بعض مجبوعة واحدة. الفريتين كان كل فرقة في هم بعيد عن الفرقة التانية خالد. ديش مجبوعة وديش مجبوعة. بس نعموا مع بعض الوقت. انت يعني دهاتي هما ما كسبوا اربعة واحد كنت اعود مجلس ادارة. وفي نفس اللقاء كنت اول مباراة كنت تلاقي ما بين الفريتين. لسه ما فيش حاجة بانت خالد. ايه بس انت كنت مدرب وعض مجلس ادارة. ايوة يا كابتن خالد. خلاص. يعني انت انا 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 بحترم وجهة نظرت وانت وجهة نظري. للمشاهد رقم وحكم. لغة الاحتراف اللي احنا بنتكلم عليها في مصر وبالمادي بيها. اقول ان انا كنت ممكن اتخلى عن شغلي او واجبي. لغة الاحتراف لا يمكن تقبل يا كابتن ايمان لغة الاحتراف لا يمكن تقبل ان عضو مجلس ادارة يخش انتخابات وينجح ويبقى مدرب في نادي قضية تقابل معاه على الصحود. يا كابتن ايه العلاقة? ايه العلاقة ما بين مدرب يقدي شغله وهضو مجلس ادارة. طب اسألك سؤال. اسألك سؤال. انا دلوقتي سعدت من اتنين. تمام? تمام. وعندك مطش اللي هو يوم الحد اللي جاي ده ان يكسب يسعد. هتتمني من يسعد? هتمني من يسعد? اه. والله ولا رغم ان هو سؤال صعب جدا وسويا انا عارف. شفت ده انه صعب. عبرتك الاعلاني. ايوة طبعا انا قلت ان هو مسؤال صعب عليا. يبقى انا كده مش اه اه ببتكلم بسلوب مش حقيق باي حد لا طبعا كان هيبقى موطف صعب جدا. اي حد يتعرف ليه. لكن انا تعاملت مع الموطف بكل اه اه احترام. وهتمس اعتذار عن الاشراف. وهتمسل الاشراف. لهيه مثل تزارة مركز شباب محل مرحوم. وهديت عملي اللي هو. تماما كانت بس انت ورضو هربت من اجابة. هربت من اجابة. مش عايز تزعل اهل بلدك. ومش عايز تزعل النادي اللي انت بشتغل فيه. اكيد يا كابتن مش هاد حتى لا حضروني. انا كلامي صح مش غلط. اكيد يا كابتن مش هادر ان انا اقول كزا بس انا اللي هادر اقول حضرتك على واحدة بس. ان انا عديت عملي. كمدرب حراط مارمة. وببارك لنادي كاسل الصعود. لعيدة كلها صغيرة. موايذ تبعة ستعين تمانية ستعين. كزبوا المواطشات اللي لابوها كلها. رايح جاي. مش كزبوا مساء من محل مرحوم. لا. كزبوا نادي وحاقة. رايح جاي. على ملعبهم. كزبوا نادي شباب المحلة. فنا ببرك لهم عالصعود. وهقول لفلا دي. وفاقيه هارض لك. كابتن سريعا كده هو نادي اه كسل او كسل. هو اه بس مرسي اه هو صاحب النادي. اه لا صاحب النادي صاحب النادي مرسطب يوسف وعدة راضي المحترم جدا. لكن بس مرسي لاسا لا علاقة بعزة النادي اه. ولأ ولأ والكابتن باسم مسائل معانا في النادي وموجود معانا. اه يعني مسائل بجزء في النادي يعني. اه ايوة 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 انا من هنا معاليش ايه اكتاز محضرتك ان انا ببارك لهم. فارك لهم على الفرحة الكبيرة اللي اولاده غيرها موايذ تبعة ستين. تماما ايه قاعدوا وايه انا باحترم حضرتك. ماشكورك ايه قاعدن على مداخلتك. مش كورك. انا سريعا بس كده بعد اذنك يعني هو بيقول انا احترمت تاريخي من الاشراف اعراف. انا متقدم على تزامن هدو مجلس ادارة. خلص هو 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 الناس بقى هي اللي تحكم اسلامي. احنا انت وصلت المعلومة. ومس هي اللي تحكم. ايش. هو ومن واضح ان هو مرضاش معرفش يرد على الجواب لان المجواب صعب فعلا. اه 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 كابتن اسامة نبيه طبعا اه برضو راح اه تفرج على مباراة الترسانة ونجوم المستقبل طبعا واعتقد يعني اه انا كان ليه سؤال خاص به طول انت جاي تعمليه النهاردة قال لي انا جاي طبعا اتفرج على العيبة خاصة في الوقتين دولة ترسانة الجاية لعب دوره الممتاز فاعتقد قال لنا وجايتنا الفترة القادمة اللي احنا نبص على العيبة درجة تانية برضو مع مستر كوبا لفترة جاية. وبصر سامة برضو من الاخر كده ترسانة. ترسانة وترسانة. اه اه اه. وطبعا هو بالعاطفة برضو اكيد جواي عايز الترسانة يا سعد. اخيرا اخيرا كده اه في احمد سعد وبيتر فريد. احمد سعد مهاجم فقوش درجة تالتة. بيتر فريد لعب برفقية درجة تالتة. طبعا اتكارتنا عليها عابعال بيمارس وفي اكتشاف الموهبين من المنتظرين. بيتر فريد لعب مصري. لعب مصري. مصري مسيحي. لعب مصري مسيحي. طب الحمد لله عشان الناس بتزعل. ايه العيب مسيح او براح راح الدخلية طبعا وكابتن عابعال بيكتشفهم. طبعا اخيرا كده في نهاية الحلقة طبعا اه قبل ما نروح بالترير اه اه مطشل ترسانة ونجوم المستابق. احب اشكر طبعا الناس اللي تابع في الحلقة طبعا الاستاذ احمد الاساس من علي حسن نور كريمة عب حليم عب نبي النادي محمد الوكيل عبيل عب شافية احمد عادل عمر ادم شادي اسامة اه طبعا اخيرا بناجد اسماعيل. وبشكرك في الاخرات. بشكرك اسلام جاهد هنطلع للتقرير عن مطشل ترسانة ونجوم المستقبل. دي اللي جاءت فرحة فرحة. سامو القوسو. سامو القوسو. سامو القوسو في اول ربع ساعة وبعد كده اتعدل في الشروط التاني لجوم مستقبل في ديئة اتنين وتلاتين تقريبا. اه اه نروح لها دا التقرير فاصل ومستقبل. طيب ما انت ما تروح اه انت مش هتعرض التقرير ولا جوان لوحدها. ده اللي جوان لوحدها اللي جوان. طيب ده هدف التقدم للترسانة. طبعا فرحة الترسانوية كبيرة جدا زي ما انتم شايفين. ولكن الفرحة ما كملتش لان الشروط التاني يعني يمكن سيطر نوعا ما النجوم اللي قادي هدف التعادل للنجوم المستقبل. الهدفين في في حتة واحدة. في مرمى واحد يعني. يعني على يمين المقصورة. نروح للتقرير فاصل ونستقبل. احمد اويس. شهادي عيسى. ايهاب الفولي. ومحمد الشرق اويلا بينا. المتش جاول فرصة الاخيرة لينا وليهم. ما ينفعش لازم. لا فيه اي حده هيتعادل خلاص. لكن. هل تقضي على التحكيم? ايه بقى كنونش حاب هنا ايش حاجة لا انا. بتعسى يعني اش لانف شرع ماني. لا لا لا. احنا عادل قلق فريق ونزل بي. لا شوت رأي احنا وشين شوت تاني كوزين. ده حق اي ثالي يعني. شايف نفروس نجول المسابلة زي المباراك قادر. والله خمسين وخمسين دولات. يعني اللي عرضه الترسل وكان كسب كان فرح. خلاص. يعني عالطلع وستنينا. وهما تحت ضغط واحنا تحت ضغط. عندنا ماتش السويس هما عندهم ماتش شبين. انا بقول اي حد يصعد. ان شاء الله ربناك هتيبله. كلهم. شوت ثاني. شوت ثاني. شوت انا عفوش. ماجوش. ماتش اه. كان باقي من بداية الجيم اللي عيبة عندنا لسه. مش هايبين الموقف شوية. انتعرف عندنا المعادلة لعمار صغير شوية. شوت ثاني عملوا جيم كويس اوي. جيم كبير. محييهم. مش عايزة اتكلم في التحكيم لان يعني. يعني. بتعبنا من الموضوع ده. كان بتبني حاكم كبير وجهاز. جهاز محترم الجهاز التحكيم اللي جه. احنا شايفين عندنا دربتين جزاء. واضحين جدا. لكن. يعني لازم. خدر الله مش عايق فعال. الحمد لله رب العالمين على الاداء. انا باشكر لعبتنا على الاداء. النهاردة ماتش دوره ممتاز. فريتين بلعب وكورة كويس اوي. ودي درسنا نبع ريك. اه. تمنى له الفوزن الخير ان شاء الله في المفتح اللي جاء. نتمنى الفريتي برضو الخير. اه. الماتش اذا شايفوا انه كان ماتش سجال. اما هلعب الشوت الولاني كويس. واحنا هلعب الشوت الثاني كان محينا شوية. الحمد لله الماتش طلع كويس. اللعبة كلها كويسة. ما فيش اي اصابات. الحمد لله رب العالمين. اللعبة خفت على بعض النهاردة. الحمد لله طبعا على كل شي احنا برضو بس الاول. يعني. اه. وعندنا لسه فرصة الماتش جاي ان شاء الله. اه. ممكن ما عفريش بينا. مش عالف عمل ايه النهاردة. بس يعني. كده كده احنا لازم نفوز يعني بازن الله. الحمد لله نهاردة. طبعا ما ضغط عصر برضو على اللعيبة. يعني. يعني. تتملعبك وبتغزبان واحد. برضو غزب عنك. يعني. حصل تراجعة شوية. بس ان شاء الله بإذن الله. يعني. ده يدينا دارس الماتش الجاي. بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. نحنا من الأول بقى ندوس ونكسب. ونخلص بقى الموضوع ده بإذن الله. لا فرقة كبيرة. تاريخ كبير. نحن الحمد لله بل عالمين فرقة كبيرة برضو. بأداءنا وبمستوانا وبالرجالة اللي موجودة في الملعب. اه. هقول الحمد لله على البنت طبعا لأن ما يعني. يعني. ما نقدرش أقول غير كده. لكن. اه. كنا نسحق نكسب. نتعبنا قوي السنة دي. كان المنظومة كلها مجلس إدارة ولعيبة وكاس فني. نتعبنا تعبنا السنة دي قوي يعني بصراحة. الحمد لله على كل شيء. واللعيبة بتاعتنا فات رجالة النهاردة. والفرقة الثانية فرقة محترمة طبعا. والتوفيدة بتاع ربينا الحمد لله. شايف المباراة أجلت السعود للمباراة قادمة؟ إن شاء الله بأمر الله. كابتن كريم حسن انشاء حتى يمديروا كلبنا دي النجوم بساعة مباراة. ده نبي يا أساس. حاجة طارق ده أخوية كبير ومتهب في بيتهم يعني. فطبعا دي ماتش كورة. وطبعا هم ترسانة فرقة كبيرة وفرقة شعبية. آآ خلاص بقى الأمورة اجلت للماتش الأخير. ربنا عايزنا نطلع حبايب النهاردة. هشمعتش يزعل. في حالة حزن باللعب الترسانة والجاز الفني بعد ضياع. يعني كان حلم سعود وقريب من نادي الترسانة. تقولوني إن شاء الله الترسانة في الممتاز.